مرحبا بكم نيسي الكل رجعنا لكم على إياثيم نستقبل الناتق الرسمي باسم الجمعية الوطنية المؤسسات الصغرى والمتوسطة سي عبد الرزيق حواس أهلا وسهلا مرحبا الاسترافة تتجدد سي حواس لأنه في نفس البقعة هذه عنا أشهرة حكينا في موضوع قانون الشيكات ووقتها كانت تذكر كانت هناك حملة مناصرة كبيرة كبيرة جدا بش القانون هذية يتعدى أمام مجلس نويب الشعب وحتى يقع إلغاء العقوبة السالبة للحرية في قانون الشيكات في الأثنى صار القانون وتعدى أمام اللجنة رئيس الجمهورية تحدث عن الموضوع هذية وقال يلزم يقع التسريع في هذا الحر لحظة هو متعدش له المجلس متعدش لللجنة لازمنا فرق بين حاجتي أعطينا المحسار أول حاجة هو تخدمة الصيغة متاعه وتعطيت رئيس الجمهورية بعد رئيس الجمهورية الصيغة هذيكة دخلت إلى الحكومة مجلس وزاري بعد المجلس الوزاري صار عليه التعديل آخر بلاغ اللي صار مع رئيس الجمهورية أنه وزارة العدل قدمت النسخة الأخيرة النسخة هذيكة تتعدى للمجلس وزاري من مجلس وزاري تتعدى للمجلس النواب لللجنة التشريع العام نحن طوام نزلنا ما ما دخلناش ما زل ما هبطش في المجلس الوزاري وبعد يتعدى للمجلس النواب معنى هو دخوله للمجلس النواب ما زل ما تخلش هذيكة بالنسبة لتنقيح كل المنظومة واضح به به فما حاجة أخرى في الأثناء اللي هي ماشية تمشي معاها في نفس المستوي هو المبادرة العاف والعام على عقوبة إصدار شيك بدور الرسيد فيما يخص كل من أصدار شيك بل أرى معنى ته 1 جنفي 2024 وهي تخص العقوبة السلبة الحرية فقط نعم ما ما تخصش ما تخصش بقية ما تخصش الدين وحقوق الغير هذيك كله يقعد موجود كان في التمس كان العقوبة السلبة الحرية هذيك مبادرة موجودة في لجنة التشريع العام اللي هي مزلت ما تحدثت لهاش الجلسة بش يبدأوا فيها واللي قاعدين طوا نستان حترين نشوفوا شنو اللي بش يصير وين مقالها بح هذو ما هما هذو ما الزوز اللي قاعدين يمشيوا نحب نذكر زيدا أنه في كل الدول نبدأ ناخو فرنسا فرنسا قبل ما تمشي في تغيير القانون وتغيير كل المنظومة سنة التسعين مشيت في عفو بعد دخلت القانون وبعد ذيك هبتت القانون ومشيوا في رفع حقوبة سجنية نمشي حتى الموريتانيا سنة الفين وعشرين وعشرين نمشي حتى دولة قطر العديد من الدول الأردن اللي هي دانيرما عملت عفو عام وبعد دخلت القانون جديد وكان ديما القانون جديد يهبت فيه رفع العقوبة سجنية وفي حاجة اللي هي يقف عليها كل القانون هذي جديد هي المنصة الإلكترونية للتثبت من الرصيد هي ترجع لك شيك الوظيفته اللي هو شيك حيني هذية هذية بش تكون موجودة في مقترح القانون اللي بش يتقدم التونسي اللي هي قلت أنها فكرة أو إجراء مرتبط بإلغاء العقوبة السجنية أو العفو التشليلي أنا وإنتي كيفاش بش تثبت عندك عندك الحق بش تخرجه شيك ذيكة ولا لي عندك رصيد ولا لي كيفاش المنصة هذية شكون عنده الحق أكسي للمنصة هذية شكون ينجم يطلع على رصيد الشخص هل هو البنك هل هو أي متعامل تيجي لا ما يطلعش على الرسيد الحاجة اللي فيها باهي اللي تطلع على الرسيد ولا تشوف المعطية الشخصية هي منصة متكونة من ثلاثة بس دونية ثلاثة قواعد القاعدة الأولى فيها الحسابات اللي جاري بها العمل القاعدة الثانية يكون فيها حسابات الممنوعة وإلا الحسابات اللي المسكرة وإلا فيها مشاكل ومنصة أخرى فيها المجموعة من السكوك اللي هما سكوك يأما مسروقة يأما ضائعة واللي نعرفه العباد كي تضيع شيك وإلا الضيع كانت شيك فاش مانتها تصير المشاكل به وهذا يراني اللي نحكي فيه راهوا توجد تحت إشراف البنك المركزي والفيديو منشورة على باج جامعية الفين وثمنتاش الفين وثمنتاش عملوا عليه التست وكانوا اللي حاضرين في الاجتماع كانت معنتها جماعة المحافظين البنك المركزي متاع دول العربية اللي هي بدلت ودخلت في الشيك الإلكتروني كانوا قاعدين في الصف الأولين الحاجة اللي هي موجود وخدموا بي وعملوا تيست وعملوا تيست وكانت ديموسترسيون وهي كموجود الفيديو نعمل على المشاكل بحي أنا أول حاجة بحش نكون منخرط في هالمنظومة هذي كتاجر نمشي للبنك المركزي نعمل أبونامو لا تريد أن تتفهم. تأخذ المنصة هذه المنصة تأتي للشيك. يبدأ فيه إدنتيون انيك. المعرف الوحيد. نحن عملنا معرف وحيد للعبات. سهلا يسر نعمل معرف وحيد للشيك. معرف وحيد للشيك لا يفهم كيف. المعرف هذا المعرف كتبت فيه مثلا عشر ملايين. ومدت لي الشيك. نأخذنا الشيك نعمل نسكنيه. يدخل هو المنصة تتسمى المنصة هذه المنصة. تدخل تمشي للسيرفور تسأله. وتسأله تقول له ساعة هو أوتوريزية وإلا لي. وتسأله تقول له النجم نقبل وإلا لي. وضعته الشيكية. يعني وضعته معرف وخ. هاي هاي. هاي كل في الالغوريتم متاح. مباعد وقت اللي شي يصير. يصير أنه يرجع لك المساج بالألوان. أخذر. معنتها اقبل وريزرفي الرصيد. تعمل ريزرفاسيون لك الرصيد هذيك. إذا كان اشعلك مثلا أحمر. أحمر معنتها راهو السيد. ما عندوش رصيد. وإنتي هوني تنجم تقبلش. وعادش فما جريم تصدر شيك بدون رصيد. ورجع الشيك الوظيفة الحينية. وتقول له اسمع راهو الشيك راه ما فيوش رصيد. شد هاو الشيك متاك. راني بطلت مانيش بشي بيالك. وإلا تمشي فيه لون أسود مثلا. يقول لك راهو يا مسروق يا ضايع. ما عنده فيه مشكلة. يا أم ما تعلم عليه السلطات. يا أم ما تخذوش. ما تدخلش في المشاكل هذيك. ومنك تحمي زدأ الأطراف الزوصة. حاجة أخرى تو. أنت إذا كان قبلته مؤجل الدفع أو ضمان. وهي وظيفة الكمبيالة. أي. معنتها أنت مشيت استعملته ككمبيالة. وهوني تتحمل المسؤولية. أنت خاطر أنت قررت أنك تدخل في معاملة تجارية. تخضع للربح وتخضع للأخسارة. وهي مؤجلة الدفع. برش عباد ياسمع وفيا. يقول لك ما لها وبيش يتسكر علينا كل شيء. ومعاتش بش نجم. وأنا مستانس نشري بالضمان. ومستانس نشري بالضمان. ساعة خلنا نرجع للصيغة الحالية مع القانون. يمنع منعا بيتا ويعاقب عليه القانون. معناتها كل واحد يتسلم شيء كضمان. وإلا على وجه معناتها المؤجن. راه وهذا ممنوع. ويعاقب الطرفين نفس العقوبة. هذا هو الحاجة الأول. الحاجة الثانية. البنك يجب أن يكون شريكا في وسط العملية. إذا كان أنت يعطيني تسهيلات. ليس أنت يظهر لك تنحيها التسهيلات وقتل يتحب أنت. تسهيلات راه وإنتي يعطيني تسهيلات تكمل معي في التسهيلات. ما معنى؟ معناتها أنت أنا مثلا عندي تسهيلات الخمسين مليون. يجي أنت البنك تبعث لي ميل ولا تبعث لي ويد. تقول لي يا سمع راه وإدارة قررت راه تعطيك ثلاثينة كهو. أنت تعرفها ليش أنه مسائب من أجل الدفع. وأنا مخرج. مسائب شي كيف. معناتها هذي تسمى ربطور أبوزيف دو كونترا. اللي هو ما عندكش فيها الحق. واللي فيها العديد من القضايا موجودة في المحكم. هذي حاجة. الحاجة الثانية اللي بش نمشيولها هو تحميل المسؤولية للبنك. معناتها أنت تعطيني على قد أنا لونجاجمون متاعي معك. ونحب نذكر زيدا بمرسوم متاع البنك المركزي. مرسوم 47 لسنة 1987. اللي هو يقول أنها تعطيك تسهيلات على حسب الشفر دفع متاعك. من حقي. نعم. اللي في مقدورك عليه. لأنه بالكش يسموه هنا حتى أشخاص عاديين اللي يدولوا بالشيكة. أنا جايين العاديين. أنا جايين العاديين. أنا جايين العاديين. أنا جايين. بالنسبة للعاديين وإلى موظف. يقول لك أنا موظف أخويا. عندي روج. وإنا راني نخدم كذا ونخدم كذا. ماك عندك الروج ولا. البنكة ما تعطيك روج؟ تعطيك الروج مثلا في المليون. تعطيك شيكة مثقفة. ما معنات تعطيك كرني يسوى مليون؟ دخلوا الشيكات الكل تخلت فك الروج كملت خلصت الروج تعمل دموند متاع كرني تشيك واحدة أخر يعود يجيك الكرني تشيك. تسقيف الشيكات وهذا مع موال بوا في سويسرا. واضح. به هونيش عملنا. هذا اللي باش يسير. هذا اللي باش يسير. هذا اللي باش يسير. نحكيه. طوا ما نشمساقفين الشيكات احنا طوا. نحنا نحن. بضوت. أخذو للي طوا هاولي ذحك في الوضعية. كارت بانكير. كان نعطيك كارت بانكير وانتي ما عندكش عشرة ملايين تنجم تقضي بعشرة ملايين بالكارتة لا شي يخرج لك هكا وليه بيانسور باي طاو كان نعطيك كارني تنسى الكل يعرفوا المساج لك هكذا هكذا كان نعطيك كارني شنو اليمنعك تكتب مليار طاو نحن تكتب مليار مشكلة مشكلة كبيرة يسر طاو نحن معنتها لانيسي عبد الرزيق حواس حسيت انه فم تحميل مسئولية كبيرة للبنك على اساس انه انتي ما تعطيش هكاك الشيكات ما تسيبش مدامك تعرف انه الامور ماشية في مجال ما هوش هو هذيك دور الشيك علش تتسيب بالطريقة هذي الامور حد حد ما يمنع انه شخص عنده مليون يعطي عشرة ملايين شيكات ياخي انا وياك في كورس شنو معنتها انتي تجي بيا في وسط الكورس وتش بتبيا علش على خاطر انتي تحسب في المخاطرة لا والله هي اللي شيفر دفير متاعك تاح وامورك وليه تخايبة شوية وليه تتعكز رانا بطلنا ما نشبش نخلصولك رانا بش نرجعولك شيكاتك لا يا سيد انتي شريك معايا في العملية التجارية انا كي نقبض وين حط الفلوس عندك انتي في البنك وانا كي ندخل في مرشي عندش كون شكون معايا ما كنتي معايا ولا انتي تدخل في الربح وخارج في الخسارة خي انا كن نخسر انتي تخسر حاجة اخرى زادة تريز امبورتونت اللي لزمنا نخمو فيها هي عملية انقاذ المؤسسات اللي غرقت بظرف صعيب انت احتورة تعدم الظرف هذيك تخلد ضربات الارهابية بعد ضربات الارهابية تخل في قرارات متع حكومات متعاقبة اللي هي غالطة ضربة الاقتصاد انتي كتحلي على التركيا وتحلي على الصين وبدخلي برودويات اللي انا مانيش قادر ننفسها تضربني انا وانا نولي معاتش النجم لكون منافس والقرارات متع الضغط الجبائي القوي اللي خل العديد من المؤسسات ثقلت وهذا يأثر زادة على قفة المواطن مؤثر على المواطن زادة في فلوسه هذي الكل نزيدوا عليه انو جد ضربة كوفيد ضربة الكوفيد اللي قسمة ظهر الاقتصاد شا عملت هاي كوفيد عملت ضربتين راه الضربة الاولى هي المؤسسات القديمة اللي قعدت عاني هذيك الضربة تحت صحيح هذيك كاملوا عليها به رتفل في الجديدة الجديد بش يظهر طوى راهو دوميل فانتروى دوميل فانتكات بش تبدأ تشوف الازمة متاع الكوفيد شنية المخلفات متاعها طوى بش تترى فيه بيه سعبد الرزق حلينا طوى الموضوع للمؤسسات المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي من اكثر المؤسسات الموجودة في تونس اللي هي نجم تنجم تحدث هاتي المؤسسات بش تحرك الاقتصاد بش تحرك العجل بتاع التنمية لكن للأسف انو اليوم اصحاب المؤسسات هذوما هما من اكثر الناس اللي مضرورين موضوع شيك بدو الرسيد قدش الرقم هو سبعة الف ومتين حسب قاضي تنفيذ العقوبات اللي وقتها في عيش هيكو اعطينا الرقم انتها سبعة الف ومتين واللي هو كان من المذكرات ومن السيستام اللي يتم بيه الإداع حسب التصريح حاجة اخرى عندك ما يقارب عشر الف وثمانيمائة فرين خارج حدود الوطن عبادة هاربة على سكوك بدو الرسيد عندها قضايا والعبادة ذي راه تحب ترجع لتونس راه تحب تاخذ حقها راه تحب تشكي راه وفم عباد خلص مرتين وخلص ثلاثة وشو معنيها؟ معنتها انت عندك شيك نجي نقول لك اسمع مش خلصك تقول لي باي خلصني نبدأ نخلص فيك نجي قولك عطيني للشيك تقول لي ليه ما نعطيكش زيت خلصني ليه ما خلصنيش فم عملية ابتزاز كبيرة ياسر عن طريق السكوك هذه الأولى حاجة أخرى فما زاد عمليات منافسة غير شريفة اليوم انت تحب تخرج واحد من الاقتصاد التونسي اضربوا سكوك بدو الرسيد فما شكون تخلقت له سكوك وهمية كيفاش فسكوك وهمية سكوك وهمية غير موجودة هاو عندي ملفات أنا طاوه هوني قدام جبت لك حتى ملفات هاو عندي ملفات ما خرج شيكي تخلقوا له سكوك وهمية ما خرج شيكي ما خرج شيكي ما خرج شيكي ما خرج شيكي بش تخرج تخرج عليش على خاطر ريتك تعمل سكوك بدو الرسيدة اوتوماتيك موتوالي كلاسي تعرف كي تتحط في الكلاسكات وتقف وتدخل في المتاهيات هذية فما شكون توجد في الحبس قعد شهرين في الحبس وقعد اصرف سبعتاشم مليون محامات وتقاضي الويش بش يثبت لي هون عنده حتى دخل يا والله حويل وبثبت من بعد فلسة الشريكة ايه لكن اثبت ايه ثبت من بعديك بالقضاء اثبت اللي هون عنده حتى دخل لا واللي يضحكك يبعثوا رسالة اعتذار وهو عندي زادة مدلية على رسالة اعتذار يبعث رسالة اعتذار وتعرفش يقولوا يقولوا خطأ تقني والله حويل نعتذر وهنا بعثنا لوكيل الجمهورية وكي تمشي تكلام نقول كي احمد ربي انتي احمد ربي شكرا يضم البنوك بنوك وهذا يراي صارت الملفات اللي عندي بنوك راه وفهمة عمومية وفهمة خاصة راه ماذا مشكلتهم يظهر للمسؤولية اللي يلزمها تكون في علاقة بالقانون هذية هي العنصر الاساسي ستونكسون دو رسبونسابيلتي باختاجي طيو انتي حكيت لنا على العديد من الاطراف اللي تنجم تكون فاعلة وعندها دور في انه القانون الجديد هذية يطلع ويكون موجود ولكن يطبق بطريقة ناجعة انه يقع تثبت انه تكون منصة موجودة انه بنوك تتحمل مسؤوليتها انه وقت اللي بشيخرج القانون ويصير عفو انت تتوقع انه القانون يكون مقترن بعفو على هو اذيك العادة انا انا نمشي بالتجارة بتاع دول الاخرى مقارنة انا نمشي للدول الاخرى للدول الاخرى شي يعملوا يمشي في عملية العفو بعد ريت اللي تحصرفك اللاكس الصغيرة ذاك بين القانون وبين العفو هذوكم يمشيوا في مرحلة انتقالية فهمت اللي هي تمشي للمدني هذي هو اللي صار كانش بوم نحنا منعرفوه شنو اللي فهم لكن هذا اللي رينيه في الدول الاخرى نحنا طلعنا راه معناتها وشوفنا وخرجنا حتى القوانين وثبتنا فيهم ورينيهم كيفاش صارت العمليات وكيفاش مازلس النواب يسن عملية العفو ومبعد يتعديوا في تطبيق القانون وكيفاش يمشي للمدني وراه المدني يربحك برشة حاجات تعرف المدني يربحك حاجات يربحك اولا بش تحصر البونوك الموازية يربحك انك تحصر الاقتصاد الموازي خاطر الاقتصاد الموازي يخدم بشكات فارغة رأوا حكاية الاقتصاد الموازي يخدم بالسبيس ويهزز في عرصة ما هي شكاك ما هي شكاك يدور لك في يست يدور لك بشكات فارغة شنو معنات اي جاني انتي بش تقذي من عندي ونقول لك بربي ما تحط ليش حتى اسم خليهولي فارغة يا والله حويل نهز وانا نمشي نقذي به اي نمشي نقذي به والاخر يقذي به معنات انتي تعطيني مثلا هوني في تونس تعرفوا انت لقاها داشا متلقاها في بنزرت داشا تلقاها في بيجردين تداول شي كت بدون فارغة فارغة تقعد تداولك كتبه وكيفاش يعمل الاقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي وقت اللي حب يمشي لي خلق السيولة حاشته بالفلوس وقتها يش بد يصرف يصرف عن شكون يصرف عن دعب يدخوني شد ذايب اللي يصب وصرفوا وجيب لي ليتكي تدخلهم للمدنية تدخلهم للمدنية القاضي بشي والي عنده الحق بشي قول الكايسي ديها اعطيني الفاتورة والوحدة اعطيني الوثيق متاع ذايق بل مساعة ماك بش تشكي ولا بش طالب حقك بش تخلص هات لدوسي متاعك بش تلقى دوسيات فارغة وهذا راود اللي حكيوا عليه في المقاربات متاع ادماج الاقتصاد الموازي في المقاربة القانونية والشرعية هذي اللي تشريعية عفون هذي اللي تكون انك تجيبهم الناس هذوما ودخلهم في السيفيل تدخلهم في دون لتاع هذية متاع انك تتثبت وتتبعوا بالقانون مسايبة برشا هكا الامور عندك حاجات اخرين زادا عندك عباد معناتها شركات فالسة شركات فالسة وسكرت والسيد مزال يجبط في سكوك ويسب فاش تسب انتي انتي هي فالسة وسكرت بش تزيد تورطه انتي وتزيد تعمله اكثر انا اقولك ماهمنيش انا احب فلوسي ما اتعرف هالحكاية ذا ياسي عبد الرازيب انا تعرف شو اللي يضحكني لش كون يمشي هذي هذي الحاجة اللي يضحكني اي اي او ظل تو هو يحب فلوسه انا معاك هو يحب فلوسه انا اللي يضحكني يضحكني هو انه يعطي يعطي بثلاثة شهور وستة شهور وسبعة شهور ما عارش نوالي يصير هذي الحاجة اللي أولى يجي الواحد هو قيمته كلها عشرين مليون ويعطيه مية وعشرين مسائلش هذ هابش نحلك ستة شهور هابش حلك ثمانية شهور مسائلش عطيني شك عمتك عطيني شك خالتك جيب لي شك خوك جيب لي شك مماتك ونبدأ ونحن فهمت المشكل وين انتي وقت اللي تحط له عقوبة سلبة للحرية انا عبش نقول لك اشتقال في مجلس النويبي فرنسي قال راهو البسيكولوجيك مو قال راهو مدام فهم العقوبة السلبة للحرية اتخلي السيد الترف الاخر جيب له اي ورقة يقبلها ما عنده مشكل خالر ما عندهش ثيقة راهو لا في الورقة لا في البانكة لا في المعاملة التجارية لا في عاد شاي هو عنده ثيقة في معاملة فيها عقوبة سجنية هو يخمم كين فلو كل عقوبة السجنية مركز معاها هي فيكساسيون جيب اي حاجة اخرى جيب اي ورقة يقبلها هذي حاجة الحاجة ثانية اللي اختيرها ياسر في حكاية السكوك هو انه يذر لك الاقتصاد اولا يضرب لك المؤسسات يخلق لك فقعات اقتصادية وهمية يطلع لك في الانفلاسيون اللي هي معناتها التضخم المالي وهذا الكل يعمل لك معناتها فوس فيتاس دو سيركولاسيون وسط الموني بي سعبد الرزيق فما تفاعلات كبيرة على الحوار هذي تعرف بالقداية انه العائلات التونسية الكل للأسف الشديد تمسط من قريب ولا من بعيد بالموضوع هذي اصحاب مؤسسات او حتى كي ما قلت لك انا اشخاص عاديين اللي يتعاملوا بالشي كات في حياتهم اليومية لكن نرجع نذكروا بالاجراء تاوى شنو ساير تاوى اللاكخونولوجي متاع انو نسمو عنا مدة انو القانون بشي تبدل القانون بشي تبدل وين وصلنا اللي حكي ناف اللول خلنا نعودوه بكش فما الناس اللي تحقت بنا تاوى منوصلنا تاوى عندنا مبادرة القانون وتغيير القانون واللي هو فيه نظرة شاملة ومعنتها وكبيرة ياسر بش تبدل حتى المنظومة كاملة متاع الشي كات هذي مزال ما تخلش المجلس النواب الى حد الان حسب البلاغ نحنا نتبع ورانا البلاغ يوميا باه مزال فيه جلسة مستوى الحكومة ومبعدك يدخل باه وعندنا مبادرة مسحح عليها 84 نايب موجودة في مجلس النواب هي تخص يستانيوا في القانون يستانيوا في المشروع بشين لا لا هي كل واحدة ما صارها واحدة دكار مبادرة تشريعية منوزن за مشروع الحكومة مهومش كيف كيف باه هو فمشي واحد منوانا نقدمو فيه هذا تاع الحكومة مزال موجود essay على مستوى المجلس الوزاري لغير ذلك وكيف كيف تاع مجلس النواب مزال موجود كان في لجنة التشريع العام مزال في لجنة التشريع العام وفي الفيتيس هما الزوز ما هم مش فرد نيفو متاع فيتيس القانون الفيتيس متاعه أقل من الفيتيس متاع العفو اللي في المجلس النووي العفو في المجلس النووي أسرع عليش أسرع على خاطر أولا يتكونوا من ثلاثة فصول اللي هما تنقيحات للقانون الموجود ثلاثة فصول فقط وللتطبيق متاعه أسهل وأسرع وإذا كان بشي يجيه بتاع منظومة كاملة بشي يتم النقاش في القانون ومبعديك تمريره إلى مكتب المجلس ومبعديك التحديد جلسة عامة ومبعدي يتعدى مع أنت في الفيتيس فما واحد ربيد برشا يجري أكثر من الآخر في الفيتيس ما هم مش قد قد في الفيتيس عليش على خاطر واحد فيه ترسانة كاملة خاطر فيها بشي يحكي لك على المنظوم بشي يحكي لك على شاس ما هي التحكم المصالحة كل شي بش تلقى مع أنت منظومة شامل فيه منظومة كاملة هذاك يا ريتو بشي يخذك وقت في الخدمة نتاها لآخر دوك أنت من ناحيتك شو تفضل أنه يتعدى لولا أنا شو أنا قريت التقارير لمصلحة الناس لمصلحة الناس أنا قريت التقارير الكل وريت في قطر وفي الأردن وكل قريت التقارير اللي بعد تنقيح القانون وبعد العفو التقارير الكل مشيت أنه الصواب هو تمشي في العفو العام وتخلط بالقانون الجديد معانتها لولا لولا بش تحل البيب الثانية بش تتحط منظومة جديدة وهكيك نضمنه أنه تكون انتيجة فعالة وفعالة جدا ويرجع الفعل الاقتصادي يرجع يخدم شكرا لك سعبد رزيق حواسي أعطيك الصحة كل مرة ترجع بحضينا على المشروع القانون هذية والوضعية نعرف برشة ناس قاعدين يستنوا في أن يقع تنقيح هذا القانون الناطق الرسمي للسجمعية الوطنية المؤسسات الصغرى والمتوسطة مشكور جدا شكرا لكم شكرا لكم تابعتونا في 90 دقيقة ملتقى نغدو ان شاء الله باي باي